تطورات سريعة على الجبهة السورية العناصر المسلحة بتسيطر على معظم محافظة حلب وسقوط مطار استراتيجي وسقوط عشرات البلدات في سوريا ايه اللي بيحصل بالضبط وليه الحرب بتندلع في سوريا في التأويد ده بالذات ومن المسؤول عن إشعال الحرب في سوريا تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما تنسوش رجال دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة خلال الأربع أيام اللي فاتوا اندلعت الحرب في سوريا مرة تانية بعد ما وقفت لمدة خمس سنين كاملة عناصر المسلحة هجمت المواقع الحكومية السورية في محافظة حلب بشكل مفاجئ ونتيكت عامل العنص أو عنصر المفاجئة والمبختة وعدم وجود قوات حكومية كافية بعدد كافي العناصر المسلحة قدرت أنها تحقق تقدم سريع وسيطرت لحد دلوقتي على معظم محافظة حلب اللي بتقع في أقصى شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا العناصر المسلحة ظهرت بشكل جديد تماما كما لو كانت جيش نظامي حديث يعني كانت أو ظهرت بشكل غريب جدا أزياء قتالية حديثة مدرعات مراب مضادة للألغام أنظمة رؤية ليلية رششات حديثة أسلحة متوسطة وسقيلة كمان أصبعت بتملك دعم جوي من مسيرات كاميكازي حديثة ودعم من المدفعية والدبابات يعني تسليح جيش كامل حديث ومجهز السؤال دلوقتي مين اللي بيوقف وراء العيال دولة ومين اللي بيسلح ويمول وبيجهز العيال داية طبعا يا جماعة تركيا زي دي الكيان ونعرف دلوقتي ليه أولا تركيا بتحاول تستغل انشغال القوات الروسية بالتصعيد العسكري مع النيتو في أوكرانيا وكمان بتستغل انشغال قوات الحزب اللبناني في محاولات التعافي من الحرب الطويلة مع الكيان وكمان انشغال إيران في الحرب في اليمن والتصعيد مع القوات الدولية على خلفية البرنامج النووي أردوغان بيحاول دلوقتي يغير قواعد اللعبة من خلال شن عملية عسكرية طويلة الأمد لتغيير معادة الصراع العسكري في سوريا بما يوسع وجود القواعد التركية في سوريا ويفرض وجود دائم وأبدي للجيش التركي في قلب سوريا من كم شهر كان فيه محاولات لطارد تركيا ويجبار على الانسحاب من شمال سوريا واتق أردوغان قالك مش هننسحب من سوريا طالما أمريكا موجودة في شمال سوريا وقال إحنا موجودين عشان نحارب القوات الكردية ومع ازياد الضغط العسكري على تركيا لسحب قواتها من شمال سوريا الموجودة فيها من 2011 هنا بنشوف تركيا بتنفس دلوقتي الخطة به تركيا رجالة بدأت دلوقتي فصل جديد من العملات العسكرية بإنهاء الهدنة طاولة الأجل وأشعال الحرب مرة تانية في شمال سوريا وتنشيط عملات المسلحين الأطراق المؤمن التركية أمرت عناصرها المسلحة في سوريا بالنشاط والخروج من السبات العميق من تاني واستغلت انشغال كل أطراف الدولية ادعم للحكومة السورية وبدأت تكسف الضغط العسكري على سوريا وفرض قواعد جديدة في الموازين العسكرية وهنا جماعة المصالح التركية طلاقت واجتمعت تماما مع مصالح الكيان يعني زي ما تركيا عايزة تخلص دلوقتي من النظام السوري وتفتت الدولة السورية عشان تفضل موجودة بقواتها في سوريا للأبد وتوسع مناطق النفوذ التركية الكيان هو كمان عايز دلوقتي يرد الصفعة للنظام السوري المسؤول عن دعم قوات الحزب اللبناني بالسلاح والعتاد العسكري دل إن سوريا كانت المعبر الأول لخطوط المواصلات الاستراتيجية للإمداد والتموين واستعادت خسار الحزب العسكرية باختصار الكيان خسر حرب لبنان وما قدرش حق أهدافه في لبنان بسبب سوريا اللي كانت المعبر الأول للحزب اللبناني لسيبال أسلحة روسية وإيرانية وكوريا وصينية واللي حاول الكيان يوقفها بأي شكل بالقصف الجوي لكن الكيان فشل تماما الكيانة جماعة استخلص دروس الاستراتيجية من حرب لبنان وهي استحالة توقف عمليات تهريب السلاح الدولي من سوريا للبنان واستحالة تكفيف منابع الحزب اللبناني العسكرية من خلال القصف الجوي وهنا استخبارات الكيان قالت أن ما فيش أي حل دلوقتي لوقف عمليات تهريب السلاح من جهة سوريا للبنان إلا بالعودة لخطط الخريف العبري والصورات الملونة اللي بدأت في المنطقة العربية 2011 من خلال دعم محركات المعارضة المسلحة من تاني بالسلاح والعتاد والتمويل والدعم الاستخباراتي للإطاحة بالنظام السوري وتوريد سوريا في حرب أهلية طحنة تفكك سوريا والتقطع كل خطوط المواصلات الاستراتيجية بين سوريا ولبنان وهنا الحزب اللبناني يفقد تماما خطوط المواصلات الاستراتيجية من سوريا للبنان والحزب يضعف ويتفكك وينهار مركزيا كمان إشعال فتيل الحرب في سوريا في الوقت ده بالذات بيزود الضغط العسكري على الحزب اللبناني اللي بيحاول دلوقتي يتعافى من الحرب اللبنانية الحزب اللبناني كان من الجهات العسكرية اللي شركت في الحرب الأولى السورية لدعم النظام السوري بالتالي إشعال حرب في الوقت ده بالذات قبل ما الحزب يتعافى ده جماعة بيجبر الحزب دلوقتي ان يخش حرب جديدة في سوريا بدون السعدات كافي او تعافي كافي وده يعرض الحزب لخسار كبيرة في وقت مش مزبوط بالتالي مصالح الكيان طلاقت واكتمعت تماما مع مصالح تركيا وانا الطرفين اتفقوا دلوقتي على اشعال الحرب في سوريا في التوقيت ده بالذات عشان يعملوا اهداف مركزية الهدف الاول توسيع نفوز التركيا والتموضع اللانهائي في سوريا للابد الهدف الثاني تدمير النظام السوري الموالي للحزب اللبناني الهدف الثالث توريط الحزب اللبناني في حرب خارجية في سوريا تسرع من تفكيك الحزب وتدميره الهدف الرابع تفكيك جبهة المقامة الشمالية للابد بما يضمن الكيان ناشر كل قوات العسكرية في اي حرب قادمة على الجبهة الجنوبية على خط المواجهة مع مصر الهدف الخامس تشتيت القوات السورية اللي بتواجه دلوقتي ضغط عسكري وتصعيد عسكري ضخم مع النيتو في اوكرانيا الهدف السادس زيادة الضغط العسكري على ايران وترض ايران من التموضع الدائم في سوريا شايفين يا جماعة المصالح الاستراتيجية بين تركيا والكيان اجتمعت تماما وده كان السبب الرئيسي في اشعال فتيل الحرب في سوريا في الوقت ده بالذات للأسف احنا الحد دلوقتي بندفع ثمن صورات الخريف العبري اللي دحكوا بها علينا وسموا الربيع العربي وبعد 13 سنة كاملة اكتشفنا اننا وقعنا في اكبر كسبة واكبر وهم واكبر خدعة اسمها صورات عربية يعني لو جبت دلوقتي مواطن سوري وسألته سؤال واضح ومباشر سوريا قبل 2011 ولا بعد 2011 اكيد هيقولك قبل 2011 يليت الصورة دي ما كانتش حصلت في سوريا من الاساس صورة تسببت في تدمير سوريا وتسببت في احتلال اجزاء من سوريا وكانت سبب مباشر في دخول الامريكان والاطراق والايرانيين والروس وللأسف الشديد اللي بيقع ما بيعرفش يقوم تاني انسى خالص مش هيدوك فرصة اصلا انك تقوم وتبني نفسك وبلدك من تاني يعني لو وقعت نفسك وبلدك بايدك انسى خالص انها تقوم وترجع تاني كل الدولة العربية فيها مشاكل وفاة تحديات اقتصادية لكن مش معنى ان دولة ما فيها مشاكل اقتصادية ان المعارضة تمسك سلاح وتحارب بيها جيش بلدها وتشعل حرب اهلية وتدمر بلدها بايدها يا جماعة ما ينفعش الكلام ده خالص لازم الشعوب العربية تتكاتف وتتلاحم ورا القيادة بتاعتها مهما كان شكل الحاكم عامل ازاي هتقولي دلوقتي يا ايهاب انت عمل تطبل هقولك افتكر دايما ان مهما كان وضع البلد عامل ازاي لكن نعمة الامن اهم من اي حاجة تانية نعمة الجيش اهم من اي حاجة تانية نعمة انك تمشي في شارع وانت امن على اهلك وولادك اهم من اي حاجة تانية انك تمشي في بلد متماسكة ومتلحمة ما فيهاش فوضى ولا حرب اهلية اهم من اي حاجة تانية وافتكر كمان ان تمن الصبر على حاكم ايا كان وضعه ايا كان شكله اهوى مليون مرة من انك تضمر بلدك بيدك او انك تمشي في شارع وتلاقي دبابات وقنابل وحرب اهلية وطفان دم مالوش اول من اخر واللي يخرج من بيته مارجعش تاني بيته هل دي يا جماعة صورة الناس عايزها دلوقتي لو فهمتم كلامي بالشكل السليم مش هتقولوا ان بطبل خالص لكن انا مواطن عربي زعلان جدا على بيحصل دلوقتي في الدول العربية حرام اللي بيحصل في سوريا واليمن واليبنان والعراق والسودان وليبيا وكان هيحصل كمان في مصر لولى ساتر ربنا الفيديو جاء ان شاء الله هكامل كلامي على الحرب السورية وركز على الخطط العسكرية اللي تعملها سوريا وروسيا وايران ومصر لمواجهة الحرب الجديدة في سوريا وان مش معنى سقوط حلب ان المعركة خلصت وانتهت لصالح العيال بتوع تركيا والكيان لا خالص المعركة لسه في بدايتها لسه ما بدأتش اصلا بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك شير سبسكرايب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته